تعالوا نروح للمكتابة اسكندرية مكتابة اسكندرية من سنة 2018 عملت عملية وسعة مهيبة هامة لترميم عدد من السجلات الندرة اللي بتخص قناة السويس بتاعتنا وبتتضمن حوالي 1850 سجل هذا المشروع الهام والعملاق والكبير بل شديد الاهمية مقرر انه ننتهي منه في 2024 شوف يعني ايه بلد هي منارة العلم وهي اصل التاريخ ده ام الدنيا غصبا عن عين التخين تقرير وفاصل ونكمل الكلام هاية قناة السويس طبعا احنا عندنا 1853 سجل اللي كنا مرميم لهاية قناة السويس الحالات مختلفة ما بين اصابات تحشرية اصابات فطرية تآكل تلف فيزيائي والتلف كيميائي فقد طبعا اللي بيميز المشروع ان القطاعات زي ما هنشوف في التصوير القطاعات كبيرة جدا حجم السجلات كبيرة الاحبار المكتوبة بيها احبار قابلة الازابة في الماء فبالتالي عملية الترميم كلها بتتم بشكلية احنا الاول طبعا عملية التعقيم اللي بتتم اللي شفناها في الاول دي بتبقى ضمانة ان المرميم يقدر يتعامل مع الوعي بندخل فيه مرحلة الفحص والتوصيق التوصيق التصويري والفحص الدقيق للأوعي الموجودة ومن ثم بتتم عملية اتخاذ القرار لحالة الترميم حالات الترميم طبعا بتبقى مختلفة والقرار بيتتخذ طبقا للحالة والمتيريال المكونة للوعي بتعتمد عملية المعالجة على ان احنا بنعمل عتحاجة اسمها بوفرينج او نتراليزيشن ان احنا نزيل الحموضة او زال الاسباب التلف اللي موجودها نتج عن الحموضة اللي هي بتبقى واحدة من العامل الاساسية في تلف الاوراق لان كل الاوراق اللي بعد 1850 تم معالجاتها بمواد حموضية فبتؤدي الى اصفرارها وتلفها فبتبدأ عملية المعالجة بإدالة الحموضة بتثالي الحموضة بمواد قلوية بتصنع في المعمل هنا احنا حاليا بنعمل المادة دي او المادة القلوية دي كالسيم كاربونيت في النانو سايز ليه في النانو عشان تعمل لنا معالجات على المستوى الخلوي داخل الكتاب او الوقتوط او الورقة بيخرج من عندنا الكتاب بيكون في حالة مفككة تامة بعد اجراء عملية الكيميائية عليه والمعالجات الكاملة بيروح للترميم بيبدأوا هما المرحلة بتاعتهم في تكملة الاجزاء والنقصة في الورق او رطال ربيط الكتاب مرة اخرى وبيعود لنا الكتاب مرة اخيرة عشان نعمله عملية الحفظ النهائي بنعمل الحفظ النهائي ده بوضع مواد مطرية او مواد حافظة على الجلود وبعد كده بنحطه في علب خاصة العلب دي بتحميه من الاتربة وبتحميه من الملوثات الهوائية وبتحطي في اماكن خاصة جدا بنحطها في درجات حرارة محددة ما بين 18 ل 22 ودرجات رتوبة نسبية من 40 إلى 60 الدرجات دي والارقام دي هي ارقام ثابتة ومعلومة عالميا بحيث ان احنا نحافظ على الاثر ده ما يحصلوش اي تلاف مستقبلي شغالين هنا اول حاجة منتعامل مع السجل ان هو اول ما يجدنا من قناة سويس بنعمل اول حاجة تعقيمة عشان نعرف نشتغل فيه فبنحطه في جهاز انكويتور عشان له فيه اي هجوم حشري او فطري او اي حاجة ممكن تضر اللي بيشتغل احنا اول حاجة بنعقم السجل ده وبعدين بعد التعقيم بيقعد يجي مثلا اسبوع او عشر تيام في جهاز كده بيبرد عشان نعرف نعمل تثبيت للنشاط الفطري او الحشري اللي موجود عشان نعرف نشتغل فيه وبعدين يطلع نبتدي بقى نعمل فحص للحمودة لدرجة الحمودة بتاعت الورق بنعمل فحص لنوع النشاط الفطري او الحشري اللي كان موجود عشان نعرف هو كان ايه الاصابة ايه سببها وبعدين بنعمل نقيس الاسادت عشان نعرف تلكت حمودة الورقة وبعدين بنبتدي بقى نحدد على اساس كل العوامل دي احنا طرق المعالجة بتاعتنا بتبتدي ازاي احنا ابتدينا مشروع قناة السويس تقريبا من 2018 المشروع ده مدته ست سنين احنا خلصنا حوالي 70% من المشروع قدامنا تقريبا سنة واربع شبور ونخلص المشروع ان شاء الله المشروع ده كان حوالي 1800 سجل سجلات كلها بتوضي حركة الملاحة البحرية في الفترة بتاعت قناة السويس ابتدينا المشروع بتحديات كبيرة جدا طبعا حجم الكتب حجمها كبير الاحبار كمان اللي مكتوب بيها السجلات كلها احبار ملونة كمية وحجم التلف اللي موجود في السجلات كانت برضو من الصحبات اللي قابلتنا في المشروع كان المكتبة اللي كان موجود فيها السجلات كانت موبوعة بالنمل الابيض ففيه تآكل شديد في الاغلفة وفيه تآكل في الورق طبعا كمان من صعوبة التحديات ان كل ده ترميم يدوي غير ان احنا كمان بنسلم المشروع على دفعات كل ست شهور بنسلم 155 سجل فطبعا احنا ملتزمين بالوقت وبجودة الشغل بتاعنا لان طبعا احنا بنشتغل طبعا المعايير العالمية الدولية